موسيقى هنا القاهرة عاصمة الخبر طرقت الحرب الروسية الأوكرانية أبواب جميع الدول العالم وتركت أثارها السلبية على اقتصاديات جميع الدول المتقدمة والنمية بنجعل العالم أمام أزمة طاقة وغذاء تتفاقم حدتها مع التصاعد وتيرة الحرب واقتراب فصل الشتاء في ظل التراجع امدادات الطاقة الحرب الروسية الأوكرانية وتدعيتها على شعوب العالم موضوع مطروح للنقاش معكم على مدار ساعة من الآن موسيقى 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 ازمات متلاحقة شهدها العالم على مدار الشهور الماضية جراء الحرب الروسية الاوكرانية الحرب الروسية الاوكرانية ضغوط متفاقمة على دول العالم في ظل سمرر الحرب الروسية الاوكرانية الى اكثر من تسعة اشهر يصبح العالم على اعتاب شتاء قارس الحرب التي انطلقت في نهاية فبراير الماضي لم تقف تداعياتها عند حدود روسيا واوكرانية فقط بل انتدت نيران الحرب الى اسعار الغذاء والسلع الغذائية والطاقة ما ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في جميع دول العالم قطاع الطاقة يعد اكثر القطاعات المتضررة من الحرب نتيجة ارتفاع الاسعار ونقص الامدادات ما القى بظلاله على مستوى معيشة المواطنين في اوروبا وافريقيا واسيا وتسببت ازمة الطاقة العالمية في تضرر بعض الصناعات في دول العالم خاصة مع التراجع الاستثمارات في مجالي الغاز والنفط دوليا وانخفاض مغزونات الغاز الطبيعي في اوروبا ومع تصاعد وطيرة الحرب واستمرار ازماتها الاقتصادية لا يستطيع احد التنبؤ بسيناريوهات الازمة الراهنة ليطرح السؤال نفسه الى اي مدى تصل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على دول العالم ينضم الينا من مورستيليا خالد شقير مرسل القاهرة الاخبارية نناقش معه بداية هذه الحلقة وهذا الموضوع خالد مرحبا بك معنا طبعا في البداية اتحدث هنا معك خالد عن الاوضاع الانسانية الناحية الانسانية في كل شيء في كل هذا الضرر الذي تعرضت له القطاعات المختلفة في دول اوروبا وتحديدا فرنسا ما الذي من الممكن ان تقوله لنا في هذا الشأن تحياتي ايمان ليكي ولمشاهد القاهرة الاخبارية في كل مكان ايمان اذا تحدثنا عن الازمة الاوكرانية وتداعياتها منذ البداية كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حذر من خطورة الامن الغذائي وعندما تحدث عن الامن الغذائي تحدث عن القارة الافريقية وتحدث ايضا على ان هذا الامن الغذائي يمكن ان يصيب القارة العجوزة التي هي من المفترض اقوى الاقتصادات المتواجدة على الارض او على الكوكب ولكن بالفعل بدأنا نستشعر هذه الخطورة على الطبقة الضعيفة او المهمشة او الفقيرة هنا بفرنسا فرنسا هي سادس اقوى اقتصاد في العالم ولكن بالرغم من هذا هناك شعور بالازمة وسط ارتفاع كبير في الاسعار لم نشهد زيادة مقابلة في المرتبات وهذا لحسابات اقتصادية حيث اكد برونولو مير وزير الاقتصاد الفرنسي انه لا يمكن ان في هذا الوقت الذي لا يشهد نموا ان نطالب الشركات بزيادة في المرتبات وهذا الامر جعل فجوة كبيرة جدا بين الدخل وبين الزيادة الرهيبة في الاسعار جعل فرنسا والحكومة الفرنسية تتخذ بعض من الحزم لمساعدة الاقصر ضعفا او الطبقة الفقيرة والمتوسطة بفرنسا وبالرغم من هذا ما زالت الاسعار ايمان في ارتفاع وفي ازياد كبير هذا على مستوى الاسعار ومستوى السلع الغدائية تتحدث هنا خالد عن الطبقات الفقيرة او المهمشة هذه الطبقات كيف من الممكن ان تتصرف ونحن في فصل الشتاء وهناك بالتأكيد طبعا ضعف في امدادات الطاقة كما تعلم وازمة كبيرة بين الدول الاوروبية وروسيا الحقيقة ايمان هناك بعض من المساعدات تم تقدمها لهذه الطبقة وكانت عبارة عن مساعدة بشيك خاص بشيك نقدي لهذه الطبقة الفقيرة وهناك ايضا جمعيات الخيرية وعندما تذهبين للتسوق تجدين هذه الجمعيات وفي يدها بعض من الشنط الخاصة لدعم هذه الاسر الفقيرة لا يمكن ان نتحدث على ان فرنسا بالكامل تعاني ولكن ما يمكن ان نستشعره هنا ونحن نشاهد هذه المتاجر التجارية ان بالفعل هناك جمعيات تقوم بتقديم المساعدات لهؤلاء الفرنسيين فيما يخص الجمعيات والمستوى المدني والمبادرات المختلفة من المواطنين ومن الشباب يعني من فضلك خالد ان تتفضل بالبقاء معي قليلا سنشرك معنا في هذا الحديث من اليونان دكتور عبداللطيف درويش استاذ الاقتصاد وادارة الازمات في جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية دكتور عبداللطيف اهلا بحضرتك يعني اقتصادات اوروبا او الدول الاتحاد الاوروبي هي الدول اكبر الاقتصادات وبالفعل تأثرت نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية على كل القطاعات تقريبا ونحن نتحدث عن الناحية الانسانية وانعكاس هذا على المواطنين ما ابرز القطاعات تأثرا في رأيك يعني اولا اريد ان انوه لانه تصل تقريبا انتاجية اوروبا الى 17-18 تريليون الدخل القومي لاوروبا هنا نقول ان انخفض او كلفت هذه المرحلة الاقتصاد الاوروبي ما يعادل تقريبا اربع مليا اربعة تريليون ثلاثة الا اربعة تريليون يعني ربع الاقتصاد خسر خلال هذه الفترة نحن نتحدث عن تمويل قضية دعم اللاجئين دعم العملية العسكرية دعم البنية التحتية التي لم تكن مؤهلة لاستقبال الغاز والبترول من خلال الموانئ كحال المانيا وهنغاريا ودول عديدة ايضا فبالتالي هناك تضرر بمعنى ان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني وايضا المصانع الكبيرة فكرت حتى المانيا بان تكون ان تعمل المصانع يوما بعد يوم هذا يعني اذا عملت يوما بعد يوم يعني انخفاض في الانتاجية الى 50% وعادة ولجأت العديد من المؤسسات لما يسمى داونسايزنج تخفيض او اعفاء العديد من الموظفين او طردهم من العمل وايضا انخفاض السعر اليورو هذا ايضا سحق الافراد بشكل كبير لانه هناك ارتفاع في اسعار الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية يعني لو اعطينا ثمن الخبز لانه منطقة الجنوب الاوروبي كما الدول العربية يعني الخبز على الماء ده وشيء اساسي ارتفع من 60 سنت الى 120 سنت فهي تضاعفت العديد من اسعار السلع الاساسية فهناك طبقات فقيقة تعاني من ازمة حادة وانا اعتقد ان كل هذه الحزم لا تؤدي الى معالجة الازمة الاقتصادية بشكل جيد دكتور عبداللطيف في بعض الدول بدأت في اخذ استراتيجيات يعني مرسل قائر الاخبارية معنا الان من فرنسا كان يتحدث عن الحزم التحفيزية التي وجهت سواء من الحكومة الفرنسية او حتى من المستوى المدني والمجتمع المدني والمبادرات المختلفة ناحية الطبقات الاكثر فقرا ما المتوقع في هذا الشأن في رأيك او كيف تتابع هذا الدعم من الحكومات الاوروبية هو حتى في اليونان وكل الدول الاوروبية ان اخذت هذا نفس المنحة بتقديم على سبيل المثال تخفيض بعض او تقديم اعنات مالية مثلا 45 يورو او 50 يورو لوقود السيارات او تخفيض او دعم الكهرباء لبعض الاشهر ومشابه لكن هذه ليست حلول ناجعة هنا ينخفض القدرة الشرائية لليورو تقريبا في بعض السلع الى 50% فهذا يعني ان انخفاض الدخل في الاسرة الى 50% هناك العديد من الافراد والمؤسسات لا يستطيع الايفام واستحقات ديونهم فعملية هذه العبارة عن جرعات بسيطة لتخفيف الالم لكنها لا تحد ولا تنهي الازمة الاقتصادي خالد اعود اليك مرة اخرى كنا نتحدث عن بعض الدول التي فرضت ربما طرق معينة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضغوط حول الطبقات الفقيرة على سبيل المثال بعض الدول كالمانيا ستحدد سقف الكهرباء والغاز الواصل الى المنازل لدرجة معينة هناك ايضا لدينا بريطانيا حددت يعني عدد او مراحل معينة لشراء السلع الغذائية لكل اسرة ماذا عن فرنسا في هذا الشأن الحقيقة بالنسبة لأسعار المحروقات فرنسا كانت قد قدمت 30 سنت عن كل لتر في المضخة للفرنسيين اصحاب السيارات وذلك في محاولة لخفض تكاليف البنزين وطبعا المازوت وهذه كل هذه الإجراءات وايضا قمت بتجميد أسعار الكهرباء والغاز حتى الحادي والثلاثين من هذا الشهر ولكن اعتبارا من الاول من يناير سيتم رفع أسعار الغاز بنسبة 15% وأيضا أسعار الكهرباء بنسبة 15% التجميد الأسعار كان كلف الحكومة الفرنسية 8 مليار لشركة الكهرباء الفرنسية مما جعلها تفكر في التأميم كمت بشراء حصة شركة الكهرباء وأصبحت الحكومة الفرنسية تحصل على 100% من أسهم هذه الشركة شركة الكهرباء الفرنسية IDF الحقيقة لا تجد فرنسا مخرج آخر ولهذا أرادت إشراك المواطن الفرنسي في تحمل تكاليف الطاقة وبصفة خاصة أنه إذا لم يقوم بالترشيد استهلاكه ستحدث انقطاعات في القهرباء ولهذا نفهم أو يتفهم الفرنسيين أن اعتبارا من أول يناير قدم الفرنسي سيدفع زيادة 15% عما يدفعه الآن واعتبارا من أول فبراير سيدفع 15% زيادة على استهلاكه للقهرباء في محاولة من الحكومة الفرنسية إيمان لجعل المواطن الفرنسي يقوم بترشيد الاستهلاك من ناحية ومن ناحية أخرى ستقدم شيك جديد وشيك آخر لكل المواطنين الذين يعانون بنهاية العام للمشاركة في تحسين قدرتهم الشرائية وهذا الشيك مسمينه شيك الطاقة لمساعدة هؤلاء هذه الأسر التي تعاني هم تقريبا تم حصرهم بحوالي 10 أو 12 مليون فرنسيا أو أسرة فرنسية سيستفيدون من هذه المساعدة وعندما نتحدث عن الاقتصادات الليبرالية إيمان وفرنسا أحد أهم هذه الاقتصادات اليوم نستمع إلى كلمة الدعم وللأسف الشديد كما قال ضيفك الكريم أن عملية الإنتاج الصناعي في أوروبا هي يعني ضربت في مقتل ولهذا هناك تخوف من زيادة التضخم في الأشهر القليلة القادمة وهذا ما أكد عليه ميشيل أدوار لكلير وهو رجل الاقتصاد اليوم بصباح هذا اليوم على فرنسا أنفو نعم أشكرك خالد شقير مرسل القاهرة الإخبارية لهذه المعلومات وينضم إلينا أيضا من لندن لمزيد من الأطرحات والتحليل لهذا النقاش السيد كايد عمر المحلل السياسي سيد كايد مرحبا بك بداية معنا في هذا النقاش أتحدث هنا عن الوضع الإنساني وما فعلته الحرب الروسية الأوكرانية على الطبقات خصوصا الفقيرة منها بريطانيا تحديدا تواجه أزمة منذ بريكزيت ثم جائحة كورونا ثم هذه الحرب ما الذي من الممكن أن يقال في هذا الشأن يعني تحياتي لك وللمشاهدين الكرام والزملاء إلى فاضل بالتأكيد بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية ولعدة سنوات الآن وللأسف السياسيين وعدوا المواطنين بحلول اقتصادية لهذه الأزمات ولم نرى من ذلك شيئا على أرض الواقع يعني نتحدث عن قيمة العملة البريطانية الجنيه الإسترليني هي في أدنى مستوياتها منذ الثمينينات وبالتأكيد القيمة الشرائية أيضا هي في أدنى مستوياتها وبالتالي ازدادت عدد طوابير الباحثين عن الوجبات المجانية من الفقراء وأصبح الدخل قليلا مما كان عليه في السابق لغلاء الأسعار ولغلاء المعيشة وبالتالي عدم قدرة المواطنين على التوفير ومن هم أصحاب الدخل المتوسط والقليل أصبحوا في أزمة حقيقية وبحاجة إلى مساعدة من الدولة لكي يستمرون بالعيش بكرامة طبعا هذه الأزمة الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بما يحدث في أوكرانيا وروسيا والعقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا والتي جاءت بنتائج عكسية فيما يبدو أن العقوبات الاقتصادية ليست على روسيا وإنما هي على أوروبا نعم دكتور عبداللطيف بعض الدول اتجهت إلى تقليل الاستهلاك من قبل المواطن منذ قليل خالد كان يقول لنا أن الحكومة الفرنسية قررت اشراك المواطن في هذا والآن السيد كايد يتحدث عن المواطنين في بريطانيا الذين يبحثون عن وجبات لي الطعام هل تعتقد أن استجابة هذه الأسر لهذه الإجراءات ستكون مناسبة في رأيك خصوصا ونحن شهدنا بعض الاحتجاجات في الفترة الأخيرة في بريطانيا على وجه الخصوص يعني يجب أن يكون هناك حد اللي احتحام للمواطنين أنا حتى أقول أن رجال الأعمال الذين كانوا سبيل المثال كان يجب أن يستفيدوا من انخفاض أسعار اليورو للتصدير ولكن ارتفاع الانفليشن أو التضخم أكل كل هذه المسافة مع معنى أن اليورو خفض أكثر من 50% وإدعاة السياسيين أنه 10% تضخمها ليست حقيقة لأن اليورو كان أولا تقريبا دولار ونصف أو دولار وأربعين أو ثلاثين سنة قبل الحرب الآن هو عبارة عن دولار فالانخفاض فمعنى عدم قدرة الرجال الأعمال أو الشركات استفادة من انخفاض اليورو هذا يعني أن اليورو انخفض أكثر من 50% على صعيد الأفراد يعني أن تقول أحسانا أحيانا عجيبة الطروحات السياسيين يعني على سبيل المثال رئيس الوزراء الإسباني يقول أنه يجب أن نلبس ربطات حتى لا نضطر إلى تشغيل التكييف وهذه حلول جدباء الحلول الحقيقية دعم الاقتصاد وليس أيضا إشراك المواطنين في قرارات أو في نتائج قراراتهم لم يسوا مسؤولين عنها يعني كيف يمكن المواطن أن يوفر الخبز حين نقول أنه ارتفع في 100% أي مستوى من التضحيات يمكن أن يقوم المواطن حين يلجأ المواطن إلى الوجبات المجانية كما أسلف زميلة معناها أن الحالة وصلت إلى وضع مزري يجب أن يتحمل مسؤولين مسألة إدارة الأزمة الاقتصادية رغم الخبرات الأوروبية في موضوع رأس المال والتدخلات التي يعملها والتي تتعارض أيضا مع الفكر الرأس المال إلا أن الروس الدار العملية والمعركة الاقتصادية بشكل مهني وبشكل جيد وبشكل عبقري إلا أن الأوروبيين فقط لكانوا ردود أفعال وكل قراراتهم التي سعوا لعقوباتها كانوا يتراجعون عنها ويلتفون حوله ويذهبون إلى شراء الغاز والبتهم من أسواق السوداء فبالتالي المواطن أعتقد لم يكن هناك حلول فنحن أمام حراك اجتماعي سياسي قد لا تتحمل الحكومات الأوروبية سيد كايد من جونسون لتراست لسوناك والأزمة الاقتصادية تتفاقم بالتأكيد هناك مؤثرات خارجية أثرت على العالم كله كموضوع حلقتنا وهو الحرب الروسية الأوكرانية وتأثرتها وخصوصا الإنسانية منها على المواطنين في هذه الدول لكن ما الخلل في هذه الحكومات في رأيك لماذا حتى لم تستطع استيعاب ولو قدر بسيط من هذه الأزمة الاقتصادية وصلت حدتها إلى حد الإضراب والدعوة إلى الإضراب في قطاعات مهمة جدا يعني البلاد تشهد أزمة غلاء معيشة وارتفاع للأسعار وما يزيد ذلك من أزمة هو إضطرار بريطانيا للتبرع ومساعدة أوكرانيا بريطانيا استعدت ب2 مليار جنيه سترليني لمساعدة أوكرانيا وأرسلت لهم الأسلحة والعتاد وإلى آخره والهي الآن مضطرة لشراء الأسلحة لتعويض ما نقص من الأسلحة في بريطانيا خوفا من حدوث حرب عالمية ثالثة في المستقبل نعم أعود مرة أخرى لدكتور عبداللطيف دكتور عبداللطيف الخلل هنا في رأيك يمكن أن نحمل حتى الحكومات والمؤسسات كثيرا وعبء كبير عليها خصوصا في هذه الدول الخلل هنا في رأيك في عدم الاتفاق الأوروبي حتى أنه صقف سعر النفط أو صقف سعر الغاز الذي سيناقش غدا بين وزراء الطاقة لم يتطفق عليه بعد هل هناك خلل في مسألة التوافق الأوروبي؟ نعم هناك مشكلة لأنه طبيعي الخلل أولا الأوروبا ليست اقتصاد موحد هناك سعي لخلق هواكة اقتصادية واجتمع تحت الاقتصاد الأوروبي لأن البنية الاقتصادية مختلفة اعتمادهم أيضا على الطاقة الروسية مختلفة يعني نسب مختلفة اليونان على سبيل المثال تعتمد على أذربيجان ونسبة التي تأخذها من روسيا جدا قليلة لكن نحن نتحدث عن هنغاريا نتحدث عن بولندا نتحدث عن تشيك أو عن ألمانيا نتحدث عن نسب عالية جدا فبالتالي هناك اختلاف في الضرر هناك أيضا اختلاف في قدراتهم على التأثير وأعتقد أن الأوروبيين حين أخذوا هذا المنحة توقعوا أن تطول الحرب وتوقعوا أن روسيا ستنهار وسيتحرك الشارع ضد بوتا والذي يحدث أن العكس كان هناك سوء لإدارة الأزمة ولم يكن هناك بدائل لأي قرار حين تقطع النفط وتقول لا أريد نفط روسيا أين البدائل لا توجد بدائل لا نريد قمح روسيا أين البدائل لا توجد بدائل الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تعويض أوروبا من ذلك فبالتالي هناك خطأ في إدارة الأزمة مسؤول عنها الذين فقط ساروا وراء الولايات المتحدة الأمريكية دون وضع عملية منهجية لفن إدارة الأزمة والنجح الروس فيما يسميه نحن تصدير الأزمة أو إعادة تصدير الأزمة والآن الكرة في الملعب الأوروبا ليستطيعون اللعب طيب سيد كايد كما ذكرنا منذ قليل على ذكر الاحتجاجات أو الإدرابات هناك قطاعات مهمة بدأت أو بالفعل هي فاضة بها في مواجهة هذه الإجراءات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية السيئة في بريطانيا وفي الدول الأوروبية كلها هل متوقع أن تطول هذه الأزمة في الداخل البريطاني أو أن لا تتحمل الطبقات الفقيرة أكثر من ذلك وما السيناريوهات المتوقعة في هذه الحالة يعني أنا أتوقع بأن الأمور ستبقى متأزمة لفترة من الزمن لغاية أن يكون هناك حلا للأزمة في أوكرانيا وروسيا وبالتالي ستبقى هذه الأزمة مستمرة كون أنه لا يوجد حلول سحرية للوضع الاقتصادي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أي مكان وهذه الأزمة الاقتصادية يعني هي يتأثر بها كافة يعني أبناء دول العالم وطبعا سيكون هناك يعني فترة صعبة سيعاني منها المواطنيون لفترة ما دكتور عبداللطيف القطاعات اللي حصل فيها مشكلات أو إدرابات في بريطانيا كانت قطاعات مهمة جدا النظام الصحي وكان هناك حتى إشارة إلى أنه هذا لم يحدث منذ فترة طويلة منذ سنوات طويلة في بريطانيا وكان هذا تسبب فيه مشاكل لأنه طبعا حضرتك تعلم أنه النظام الصحي يعني مهم بدرجة كبيرة جدا لتوفير الخدمات العامة للمواطنين هل تتوقع أن يحدث هذا في دول أوروبية أخرى؟ بالتأكيد هناك تحرك بس أنا أريد أن أنوه إلى قضية نظام الصحي في بريطانيا كان يدعم بشكل تقريبا أكثر من 80% من التكاليفهم من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأمكن أسلفت مع حضرتكم في قبلات سابقة أنه كانت تصدر بريطانيا 45% من إنتاجها القوم من البضايا للاتحاد الأوروبي فهذه فراغ يعني الضغط على بريطانيا هو ضغط الخروج وضغط الأزمة أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال كانت هناك تظاهرات للمتقاعدين اليوم هناك احتجاجات في النظام الصحي لدينا هناك مشاكل في النظام التعليمي هناك أيضا مشكلة في الموضوع النظم الدفاعية لأن العديد كما أسلم زميننا من الدول الأوروبية قدمت تسليح لأوكرانيا هناك إنفاق على عالي على تسليح أوكرانيا فبالتالي الأشرائح الاجتماعية على كل الأصعاد السياحة على سبيل المثال خسرنا في اليونان ما يقارب عشر مليارات من السائحين كانت تأخذ على سبيل المثال روسيا مئة في المئة من إنتاج الفراولة من اليونان الآن نتحدث عن مئات الملايين من اليورو فهذه كلها أيضا أدت إلى تداعيات ومشاكل في النظام الزراعي نظام الصناعي وكل الأنظمة العملية تحمل الدولة يعتمد على فن الإدارة المحلة للأزمة أو كم هي الاقتصاد الدولة المعينة أو المعنية حش سيد كايد أذهب إليك مرة أخرى في ألمانيا مثلا هناك خروج من كبرى الصناعات والاستثمارات والشركات حصل ربما عجز ومشاكل في الكثير من الصناعات ما الوضع في هذه الجزئية في بريطانيا وهل لها علاقة بأزمة أوكرانيا فقط أم بمسألة بريكزيت وتوابع ما بعد الخروج يعني الاقتصاد في بريطانيا هو يعاني من أزمات متتالية يعني بدأت بأزمة الكريديت كرانش وتلاها أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكلف ذلك بريطانيا أكثر من 40 مليار جنيه السرليني فاتورة للطلاق مع أوروبا ولا أعتقد أن ذلك كان يعني هو مفيد للاقتصاد البريطاني يعني كان بوريس جونسون يعد البريطانيين بعد أن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف توفر بريطانيا الملايين والمليارات من الدفع في ميزانية الاتحاد الأوروبي وبأن سوف يكون هناك اتفاقيات تجارية مع كافة دول العالم وسوف تستفيد بريطانيا من يعني التحكم في حدودها ومنع الهجرة من أوروبا الشرقية وإلى آخره وكل ذلك كان يعني كلام غير صحيح وما هو إلا ذر الرمال في العيون وسراب لم يحصل أي من هذه الوعود على أرض الواقع وبعد ذلك جاءت جائحة كورونا وشلت الاقتصاد وبقي العمال في البيوت ولا يذهبون إلى المصانع واضطرت الحكومة أن تدفع رواتب الموظفين وهم جالسون في البيوت وذلك أثر اقتصاديا على بريطانيا وبشكل كبير والآن هناك عقوبات اقتصادية على روسيا جاءت بأثار عكسية يعني ارتفعت فاتورة الطاقة والبترول وارتفعت يعني تكاليف المعيشة والغذاء واتفعت الأسعار والآن المواطنون والموظفين يطالبون بأجور أعلى وفي حالة عدم تمكن الحكومة من دفع أجور ورواتب أعلى للموظفين ذلك أدى إلى إضرابات عديدة ومتوسعة يعني كان هناك إضرابات لعمال البريد وعمال الكترات وسواقين الباصات وأيضا إضرابات للممرضات في المستشفيات إضرابات لعمال وموظفين وزارة داخلية والهجرة يعني نحن نتحدث عن أزمة حقيقية ومعاناة للمواطن الذي كان مثلا لديه ألف جنيه من الدخل الآن يعني ارتفعت الضرائب بسبب التضخم وهذه الألف جنيه أصبحت تساوي خمسمائة جنيه يعني لا يطيع المواطن يشتري حاجاته بالراب المتوفر لديه سيد كيد ما هي مشكل الحزم التي تقدم لي الطبقات المهمشة أو الأكثر فقرا في بريطانيا يعني منذ قليل كنا نتحدث عن الوجبات المجانية هل هناك حزم أو إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لتسهيل الحياة أكثر على هذه الطبقات نعم هناك طبقة من الشعب يعيشون على مخصصات البطالة ومخصصات يعني العجزة والمتقاعدين والأرامل ومخصصات لمن هم نساء يعيلن أطفالهم لوحدهم ولا يعملن وهناك مخصصات لمن هم عندهم حاجات خاصة وإعاقات تمنعهم من الحركة أو تمنعهم من العمل أو حالات نفسية أو أمراض عقلية تمنعهم من العمل فطرت الحكومة الآن إلى زيادة المعونات ومساعدات الدولة لهؤلاء المواطنين الذين لا يعملون ولا يوجد لديهم دخل وهم يعتمدون كليا على مساعدات الشؤون الاجتماعية الحكومية نعم نعم أذهب إلى الدكتور عبداللطيف دكتور عبداللطيف لو سألتك عن التوقعات المحتملة التي من الممكن أن تحدث إذا مطال أمد هذه الحرب يبدو أنه ليس في الأفق أو يبدو أي شيء في الأفق لحل هذه المسألة والمسألة في تصاعد الإحصائيون الآن أو المتابعون الآن يصورون العام القادم الذي نحن مقبلين عليه بأنه سيكون من أصعب الأعوام اقتصاديا على العالم كله ما الموقف موقف أوروبا في هذا الشأن السناليوهات التي تتوقعها في هذا الشأن أعتقد إذا لم يكن هناك محاصرة للأزمة أنا ضد الإعانات النقدية جمدوا الأسعار أو خفضوا الأسعار إعزلوا الأسواق المحلية عن الأزمة بشكل عام من خلال عمليات حماية ودعم مباشر للصناعة ومحاربة البطالة أن الإعانة تقدم مرة واحدة ولكن تجمد الأسعار هو شكل مستمر أطول أنا أعتقد إذا لم يكن هناك محاصرة للأزمة فستظهر وسنن قوة القوة المتطرفة النازية والفاشية كما حدث مع الحكومة الإيطالية وأيضا ارتفاع نسبة الحزب النازي في فرنسا ستصل القوى اليسارية المتطرفة أو القوى اليمينية ستقود حالة الضغط إلى حالة تحرك جماهيري لا تستطيع الدول الأوروبية معالجتها سترتفع نسب الجريمة الاقتصادية سترتفع أيضا نسب عجز الناس أو الأفراد أو المؤسسات عن دفع مستحقة دونها هذا يعني ضعف معدلات السيولة والإقراض وعملية انهيارات مالية إن لم يكن هناك حصار للأزمة في أسرع وقت خلال على الأقل الدخول في حوار معروسي نعم دكتور عبداللطيف أستأذنك أن تتفضل بالبقاء معي ما زال هناك النقاش مفتوح ولكن السيد كايد عمر المحلل السياسي أنا أشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الأطرحات وكل ما تفضلت به من حديث ومشاركة معنا في هذه الحلقة إذن مشاهدينا الكرام سنذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة هنا القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضرتكم من جديد الدكتور عبداللطيف درويش معنا من اليونان أساد الاقتصاد وإدارة الأزمات دكتور عبداللطيف يعني مرحبا بحضرتك مرة أخرى ما زلنا نستكمل هذا الحديث وسأتحدث مع حضرتك في هذه الجزئية حول منطقة أخرى من العالم هي المنطقة الأفريقية والعربية وكما تعلم أفريقيا لم تشارك في الحرب الروسية الأوكرانية بأي شكل من الأشكال ولكن تضررت لم تشارك في مستوى الانبعاثات مثلا ولكن عادت عليها التغيرات المناخية وتدعياتها لم تشارك في أي شيء من كل هذا ومع ذلك هي الأكثر تضررا إذا كانت الدول الأوروبية تضررت بهذا الحجم وبهذا القدر فما بالك بالدول الأفريقية ما الذي من الممكن أن يحدث في السيناريوهات القادمة في رأيك للأسف أنا أحب أن أستعمل المصطلح بالنسبة للدول الأفريقية ودول العالم الثالث أنها دول مدمنة على المساعدات وكانت الدول الكبرى معنية بالإبقاء عليها كأسواق أو ألا أن تكون مصادر أو مصدر للروماتيريا للمواد الأولية بالتالي ليس لديها حصة في الاقتصاد حتى الدول التي تنتج البترول والغاز مثل نيجيريا ليس لها الحق أن تحدد أسعار البترول والغاز كما هي دول دول الموز يعني أريد أن أعطوكم مفارقة بسيطة فرض الاتحاد الأوروبي على الدول التي تنتج الموز في أمريكا اللاتينية سعر معين وإلا لن تشترك كل دول أوروبا وأفرض على هذا أن تنتج الموز علميا لو حدثت فأة فأة زراعية أو مرض زراعي سيدمر الاقتصاد فبالتالي هالنظرية الاحتكار الدول بأن يكون لها إنتاج معين خطأ فرضت فرنسا على الصومال وهي كانت من الدول في السبعينات المنتج الأساسي للعوم أن تستورد فقط منها فقط الإناث بالتالي دمر التطروة الحيوانية في الصومال حين نتحدث عن دول هذه أيضا نتحدث عن دول تعتمد على المواد الأولية في التصدير لا تصنع حتى الحدود الدنيا من هذه فهي بالتالي كما يقول الأفارقة إذا تقاتل في لين فالحشائش ستدفع الثمن وحتى حين يمارسون الحب ستدفع الحشائش الثمن وهذا يحدث الآن دول تدمن على المساعدة دول ديونها الخارجية تفوق إنتاجها القهوة فبالتالي هي ضحية يجب على هذه الدول أن تسعى أن يكون لديها حصة من السوق وأن تكون حين تنتج الكاكاو والقهوة أن يكون لديها القدرة على أن تحدد أسعار القهوة وإنتاجها يعتمد على حاجتها من العملة الصعبة وحسب البنية الاقتصادية فهذه الدول ستكون ضحية سيكون هناك مجاعات سيكون هناك أمراض هناك انهيارات في النظام الصحية دولة مثل نيجيريا تنتج الغاز والنفط وليس فقط كل نيجيريا 200 مليون تستهلك من الكهرباء أقل مما تستهلك مدينة أتيناء واعتعداد سكانها أربعة ملايين إذن هذه الدول ممكن أن نعرف ماذا سيحدث في هذه الأزمة إذا اشتدت ما هي أكثر أعود مرة أخرى مع حضرتك إلى المحور الرئيسي في النقاش وما تعرضت له هذه الدول الأوروبية بما أننا نتحدث عن الوضع الإنساني ونحن في الشتاء ما أكثر الدول في رأيك التي استطاعت إدارة الأزمة طبعا روسيا روسيا أما إذا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي فأعتقد هناك أكثر في إدارة الأزمة استطاعت بعض دول الشمال التي لا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي اليونان إلى حد ما أدارت الأزمة وجدت بدأ لأنها لم تكن تعتمد على الغاز الروسي ولكن حقيقة أنا في كل الدول الأزمة حادة والأزمة صعبة يعني في دول البلطيق نسبة التضخم 22% هذا حسب الإحصائيات الرسمية أنا أعتقد هي أكثر الأرقام لا تقول كلها حقيقة فبالتالي هناك مشكلة كبيرة لدى حتى هولندا التي لا تعتمد بشكل كبير تعتمد على المياه المعدنية في تسخين البيوت أيضا ارتفعت أسعار الوقود وأسعار التدفئة بها دون مبررات هناك الأنظمة السياسية الآن الأوروبية هي أسرى النظام البنكي للأسف والموظفين البنوك حين يضعون الخطة الفوائد لا يرون العالم إلا من خلال منظار اللابتوب ولا يرون التحرك الوضع الإنساني في الشوارع يجب على كل سياسي حين يقرر يعرف تداعيات هذا القرار على مناحي الحياة وأيضا وأن يفكر بعدد سكان بلده قبل أن يضع التوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي ربما أيضا يفكر في قدرة الطرف الآخر وهذا ما لم تحسب حسابه الدول الأوروبية حين بدأت هذه الإجراءات ضد روسيا على أي حال بيشركنا في الحديث من هولندا السيد أبو بكر باديب الكاتب والبحث اليمني سيد أبو بكر مرحبا بك معنا في هذا النقاش هولندا خصصت 23 مليار دولار لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة بداية ماذا يعني هذا وهل هولندا والمواطنين هناك يعانون بالفعل أزمة الطاقة كباقي الدول الأوروبية بطبيعة الحال المنظومة الطاقة الأوروبية بالإسقاط على هولندا تأثرت تأثر كبير وتواجه حاليا ضغوط كبيرة يعني بتقدير الشخصي على ثلاثة مستويات رئيسية المستوى الظاهر هو المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي ولكن الحكومات الأوروبية وتحديدا مثلا على سبيل المثال في هولندا تواجه ضغوط شعبية اجتماعية كبيرة جدا قد تعصف بالأحزاب التي تدير هذه الحكومات في قادم الشهور والسنوات عند بدء أول انتخابات برلمانية موجودة المبلغ لأن حضرتك ذكرتي هناك جهود منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية من الحكومة الهولندية تحديدا لمواجهة كثير من الضغوط الشعبية فهي عملت على حزم من الدعم أول حاجة الحكومة الهولندية تفرض على الطاقة ضرائب كبيرة جدا هي حاولت أن تقوم تخفيف تحمل جزء من هذه الضرائب وتخفيفها فهي أحيانا تفرض على بعض المشتقات اللفطية الخاصة بالطاقة تفرض حوالي سبعين وخمسة وستين في المية هي قامت اليوم بتنازل أو تخصيص دعم بتخفيف الضرائب إلى خمسة وعشرين في المية وبالتالي حاولت أن تقدم حالة من التالية تقوم بإعطاء أيضا حزم من المنح عبر الولديات المحلية في الأقاليم المختلفة داخل هولندا حاولت تقديم عدد من المنح للمواطنين تتراوح ما بين 800 يورو إلى ما بين 190 يورو إلى 800 يورو بحسب محدودية الدخل ومتوسطي الدخل قدمت مجموعة من الإعانات المختلفة للجهات أو للأسر المعتمدة كلية على المساعدات الاجتماعية أيضا قامت بدور في تقدير شخصي تقدمت خطوة مقارنة بعدد من الدول الأوروبية أو الدول في منطقة الريورو وهي قامت بعمل نوع من الاتفاقات مع شركات الطاقة الموجودة في هولندا على مستويين في تقدير وقراءة الشخصية المستوي الأول فرضت عليها أنها تقوم بتوقيع عقود دائمة مع المستفيدين وبالتالي لا تستطيع شركات الطاقة هذه بشكل أو بآخر لم يطبق هذا القرار بتفاصيله ولكنها الحكومة الهولندية تسعى لاستمرار تطبيقه على أساس لا يتم رفع سعر متر المكعب المكعب الخاص بالغاز تحديدا على المواطنين وعلى الأسر في الوقت نفسه فرضت على الشركات أنها لا ترفع سقف أرباحها وبالتالي ما حققته في النصف الرابع من العام الماضي والنصف الأول من هذا العام قبيل الحرب الأوكرانية أنها تزيد أرباحها عن هذه متوسط هذه النسب وبالتالي هي هنا تحاول أنها لا تكبح جماح بين قوسين الطمع أو الجشع الذي ممكن أن يواكب شركات الطاقة في رفع أسعار للطاقة وتحقيق أرباح عامية جدا بأنه على سبيل المثال حققت كثير من شركات الطاقة إن كانت البريطانية أو الأوروبية أو العالمية أرباح تراوحت في الربع الثاني والثالث من هذا العام زادت حوالي 200 أو 250 في المائة عن نشر فترة من العام الماضي حضرتك تحدث الحكومة الهولندية حارت تحدث بما فيه الكفاية عن أزمة الطاقة وكيف استوعبتها في هولندا في بعض هذه الأزمة ماذا عن أزمة الغذاء أيضا بعض الدول كما ذكرنا المواطنين فيها يلقون إلى الوجبات المجانية وبعض الحكومات في دول أخرى قللت الاستهلاك وحددت سقف للمواطنين للشراء الخاص بسلع الغذائية ماذا في هذا الشأن أيضا هناك شيء يعتمد في أوروبا وتحديدا في هولندا كثير من العالم يعتقد أن لا يوجد صواف البلدان الفقيرة هناك بنك للطعام بنك للطعام يفرض على سلاسل السوبر ماركت الكبيرة في هولندا وبلجيكا ومناطق يعني بعض مناطق ألمانيا وليكسنبورغ أنها تقدم شهريا جزء مما تبيعه أو مما تنتجه هذه السياسة المراكز التسوق لبنك الطعام وبالتالي لبنوك الطعام التي تديرها البلديات المحلية في هولندا أكثر من 300 بلدية تدير من قبل 12 إقليم أو محافظة كبيرة هذا صحة تأبير هنا بنوك الطعام تقدم بشكل أسبوعي حتى يظهر في بعض المناطق هناك طوابير طويلة للمواطنين تقدم بشكل أسبوعي من من تحددهم البلدية أنهم محدودين الدخل أو منهم دون متوسط الدخل تقدم لهم سلع غذائية مجانية أيضا عند زيارة أي سوبر ماركت تستطيع أن تجد بعض السلع الاستراتيجية أو السلع النقلية هذا صحة التعبير تحتها بعض العبارات التي تؤكد أنك لا تستطيع أن تشتري سوى عبورة واحدة إن كان الزيت أو الدقيق أو مثل هذا القبيل هذه الإجراءات حاوات الحكومة أن تطمع مواطنيها أن هناك مخزون استراتيجي قادر على أن يغطي فترة الشتاء كاملة ولكن هي تحدد أو تحاول أن تجعل حالها من الضبط الشخصي أو المسؤول من قبل الحكومة والبلديات والمؤمنون في تحديد اقتناء مثل هذه السلع النقل حتى لا يحصل نوع من شراءها أو اقتنازها أو تخزينها في البيوت دون حاجتها بشكل أو بآخر طيب دكتور عبداللطيف أسأل حضرتك سؤال حضرتك منذ قليل قلت أنه أنت ترفض الدعم النقدي وترفض الدعم المؤقت لهذه الأسر أو للطبقات الفقيرة بالتأكيد لديك حلول أعلى وحلول ربما ليست على نطاق ديق أو مؤقت بالنسبة لهؤلاء الأسر وهذه الطبقات ما الذي من الممكن أن تفعلوا هذه الحكومات في إجراءات طويلة الأمد في هذه التأثيرات للحرب يعني بالتأكيد لا يمكن اعتبار الزكاة أو النشاطات تقوم بها الكنائس أو المساجد أو بعض المنظمات الإنسانية أو البلديات من تجميع مثل المثال يعد في اليوناند وجمعون من بعض المزارعين البطاطس والخضروات لا يمكن أن تكون هذه الحل يعني إنما هي عبارة عن جرعات بسيطة وتظهر أصلا عجز للدولة الأساس هي يعني نحن في حالة حرب فبالتالي التخطيط يجب أن يكون اقتصاد حرب أي التخطيط اليومي للأمور تحفيز الاقتصاد دعم للسلعة الرئيسية تجميد الأسعار وليس أيضا لأنه السعر حينما يكون الدعم يدعم دمرة واحدة وجبة أو وجبتين في الأسبوع لن تحل المشكلة للمواطنين الجياع يزيدون البحثين على الطعام في القمامة يزيدون حتى لو سمح لصديقي من هولندا هولندا رفعت أسعار اللحوم بشكل عالي جدا حتى لا يقوم بشراء بحجة أنها تريد تحويل المواطنين إلى النظام الصحي بالطبع هذه هي حجة دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة دعم لتخفيف نسب القروض الفوائد على البنوك يجب أن لا يكون أسرى البنوك الذي يستفيد الشركات الاحتكارية والمؤسسات المالية الكبيرة وليس المواطنين اسمح لي دكتور عبداللطيف لأن الوقت دهمنا حقيقة ومعي من ألمانيا السيد عبد المسيح الشامي المحلل السياسي عبر الهتف أيضا يشركن في هذا الحديث ومهم أيضا أن يكون معي ضيف من ألمانيا السيد عبد المسيح الاقتصاد الألماني تضرر بدرجة كبيرة جدا ما أبعد هذا التأثر على المستوى الإنساني أي أقصد هنا المواطن من التبقات الفقيرة بحية لك بداية ولي زيوفك الكرام والأستاذ المشاهدين لا شك أن الأزمات الاقتصادية والأزمات المعيشية بشكل أو بآخر أول ما تنعكس تنعكس على حياة المواطن يعني من هنا ربما تبدأ المعاناة الحقيقية الألمة الحالية طبعا بعد يعني نجم عن ما يتعلق بالحرب الأوكرانية وحرب العقوبات المتبادلة وشح الطاقة وتأثير هذا الأمر على الوضع المعيشي وعلى موارد المواد الأولية والمواد نزائية وموارد الطاقة وكل هذا الأمر طبعا طال حياة المواطن اليومية بشكل أو بآخر طال حياته في ببيته فيما يتعلق بموضوع التدفئة بموضوع الغلاء الأسعار التضخم الكبير الذي أدى إلى غلاء كبير بالأسعار وإلى أيضا يعني هذه العقوبات التي أدت إلى غياب كثير من السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير جدا حتى تضخم التضخم الذي جرى أدى إلى فقدان العملة جزء من قوتها الشرائية وبالتالي على كل الصعوب طبعا انعكس بشكل سلبي جدا على حياة المواطن والأهم ربما في هذا والأخطر هو أن ما جرى في أوروبا تحديدا وفي ألمانيا وغيرها هو أن هذه الأزمة انعكست على الثقة الموجودة والتي لطالما كانت موجودة في أوروبا بين المواطن الألماني وبين الحكومات الألمانية هناك اليوم طبعا سخط كبير في الشارع الأوروبي في الشارع الألماني على أداء الحكومات على سياسات الحكومات على عدم قدرة الحكومات على إنتاج سياسات وقوانين وربما برامج سيد عبد المسيح أعتدر حضرتك على ضيق الوقت ولكن انتهى وقت هذه الحلقة السيد عبد المسيح الشامي المحلس سياسي من ألمانيا وأيضا السيد كايد عمر عفوا الدكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كاردف متروبوليتين البريطانية ومن هولندا سيد أبو بكر بديب الكاتب والباحث السياسي أشكركم جميعا على مشاركتكم في هذه الحلقة وكنت قد شكرت بالفعل السيد كايد عمر منذ قليل هو كان معنا بالفعل في هذه الحلقة شكرا جزيلا لحضراتكم على متابعات متروح للنقاش اليوم غدا حلقة جديدة انتظرونا ودائما ابقوا معنا هنا القاهرة عاصمة الخبر